موسيقى مساء الخيرات اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية تشاشر كينتيكيت حتى نسمع تفاصيل جريمة تأخر رجال الشرطة في التصرف مع أنه ضحية واحدة من الضحايا راحت على البنك خبرتهم أنه هي وعائلتها في خطر لكن تأخرهم في التصرف تسبب في حدوث كارثة مؤلمة إلى أبعد الحدود من القصص اللي فعلا تترك أثر في نفسكم هاي تفاصيل المثيرة بعد الفاصل خلاله حبادي لا تنسوا اللايك والتعليقات الجميلة اللي أول مرة بيشوفوني الاشتراك نسمع ونبدأ بالتعرف على هاي العائلة الجميلة اللطيفة المثالية الموجودة أمامنا فعلا هم العائلة المثالية هلا ليش هم العائلة المثالية؟ لأن العلاقة بين الزوج والزوجة الأب والأم مع أفراد العائلة علاقة جميلة جدا الكل عنده أحلامه الكل ماشي باتجاه هاي الأحلام هلا نبدأ بالوالد واللي هو وليام فيتت واللي ولد وعاش في منطقة كينتيكت وليام خلال مرحلة الشباب كان من النوعية اللي يهتم بجميع أنواع الرياضات بتعرفوا الهاي سكول وهاي الفترة رياضة كرة السلة بالذات كان معروف عنه أنه هو قائد في هالمجال رياضي قوي ما حد ممكن يواجهه في مجال الرياضة غير هيك هو كان من الأذكياء المميزين لهيك لما يخلص دراسه بيبدأ يدرس القانون في جامعة اسمها داكموس يونيفرسيتي وبعد يتخرج بيرجع يفكر أنه هو ما بده مجال المحامة والقانون هو عنده حدف أنه يساعد الناس المرضى يجعل العالم أجمل لهيك بيفكر أنه يبدأ في دراسة الطب وفعلا يبدأ دراسة الطب في جامعة بيتسبيرغ اللي معروفة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الثالثة من الإقامة بيتعرف على زوجة المستقبل الزوجة هي جينيفر هوك اللي كانت في هاي الفترة مرحلة تدريبية مقبل التخرج مشرفة أيضا على برامج التدريب في هاي المستشفى فتاة جميلة لطيفة هادئة بيلتقي هالاثنين يقع الحب يقع الغرام جينيفر وليام مناسبين لبعض لأنهم من نفس البيئة يعملوا في المجال ذاته واللي هو المجال الطبي هلا بعد علاقة لفترة بيتم الزواج في عام 1985 بعد أربع سنوات على زواجهم تولد الطفلة الأولى واللي هي هاي المباشرة على طول هي مباشرة نفسها على طول بطول المهم أنه بيشتروا منزل إلى زم احتياجات العائلة الجديدة في منطقة شاشر وفي عام 1995 بتاريخ 17 نوفمبر تولد البنت الثانية لهاي العائلة واللي هي ميكيلا هلا بعد ما تنتهي الوالدة من فترة الحضانة اللي هي جينيفر بترجع تعمل من جديد كممرضة في قسم الأورام القسم اللي تعرفت فيه على زوجها تعمل لفترة إلا أنه للأسف اقتمرض بصير عندها المرض اللي هو صعب تصلب اللي ويحي وهالشيء يعيقها عن العمل هي بالمناسبة أيضا كانت تعمل مشرفة على برامج تدريب الطلاب إلا أنه في النهاية تضطر إلى ترك العمل هي بتحارب في حال الحياة مع المرض الصعب إلا أنه أفراد عائلتها ما بيتركوها لوحدها أبدا زوجها بناتها بيكونوا بجانبها تخيلوا أنه بنتها بيكون عمرها عشر سنوات بتعمل زي حملة لجمع التبرعات من أجل المرضى في هالمجال واللي هو التصلب اللي ويحي بيحكوا أنه هي جمعة مبالغ غير بسيطة من أجل دعم المرضى في هالمجال هلأ أختها اللي أصغر منها واللي هي مكيلة أيضا كانت مميزة أكاديميا كانت مميزة وكان عندها خطة أنه لما أختها تبدأ دراستها الجامعية هي اللي تتولى شؤون جمع التبرعات عائلة جميلة تعمل على جميع المستويات طبعا هم كانوا يجمعوا تبرعات لصالح جمعية مسؤولة عنها أو عنها المرض بالذات هلأ مكيلة كان عندها هواية جميلة واللي هي أنه بتحب الطبخ خلال فترة الصيف دائما تمضيها بأنه هي تتعلم أشياء جديدة في مجال الطبخ هي المسؤولة عندها جهيز الوجبات العائلية وبنوصل لـ 23 جولاي من العام 2007 خلال هاي الفترة البنت الكبرى عمرها 17 عام البنت الصغرى 11 عام اللي هي مكيلة هاي البنت زي ما حكيت هي بتحب الطبخ تجهيز وجبات الطعام لأفراد العائلة في هاليوم بتكون تجهز طعام العائلة بينقص عليها شي محتاجيته حتى تكمل مشروعها هنا بتحكي لوالدتها أنه تاخدها يروح ويشتروا بقية الأغراض اللازمة وللأسف الشديد هالمشوار هالهواية والي هي هواية الطبخ في النهاية هي بتكون السبب في جريم ما تتخيلوها داخل العائلة بتروح هي ووالدتها على واحد من المحلات القريبة إحناك بيكون أحد الأشخاص البشعين جدا موجود في المكان كان اسمه جوشوا كاماشارجافسكي بحسب عدد جيد من المصادر فهالطفل عاش طفولة فيها الكثير من الدراما هو ولد لأب وأمه راهقين تخلوا عنه اللي اعتنى فيه هي هاي العائلة واللي هم كاماشارجافسكي هاي العائلة واللي تبنت هالطفل بعد أسبوع واحد على ولادته معروف عنهم إنه هم عائلة متدينة ملتزمة عندهم قوانين صارمة فيما يتعلق بتربية الأولاد ومع إنه هو شاب كي جدا إلا إنه خلال مرحلة الدراسة بيعمل الكثير من المشاكل في النهاية بيكونوا مضطرين والده والدته إنه يدرسوا داخل البيت هلا هو بيدعي إنه خلال فترة الطفولة في أحد الأشخاص كان يعتدي عليه أفراد العائلة قرروا إنهم يتجاهلوا هالموضوع ما يحكوا فيه أبدا هلا هو بيحكي إنه تجاهل والده ووالدته لموضوع إنه ابن عمه بيعتدي عليه خلق في داخله الكثير من الغضب بدأ يتحول إلى شخصية متمردة على كل شيء لما يكون عمره 14 عام هو الآن بيبدأ يتحرش في أخته يعني يتوجه إلى تهم فيما يتعلق بالتحرش خلال هاي الفترة أيضا هو بيعمل عدة عمليات سرقة بيبدأ كأنه مهنة في هالمجال في النهاية في العام 2002 بتم القبض عليه وتوجه إلى عدة تهم تقريبا 18 واحدة في موضوع السرقة خلال محاكماته بيبدأ يحكي أشياء غريبة من ضمن هاي الأشياء إنه هو بيحب يسمع أصوات الناس وهي نايمة بيحب يخترق خصوصيتهم بيحب يخوفهم بيحب يحس إنه هو مسيطر عليهم خلال هاي الفترة اللي هم نايمين مفكرين حالهم في أمان يحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات في العام 2007 بتم إخلاق سبيله بيكون عمره 27 عام هلا المسؤولين عنه بيحكوا إنه هو إنسان خطير على المجتمع إنه هو ذكي لكن عنده عداء اتجاه هالمجتمع إلا إنه الهيئة المسؤولين أو اللجنة بيحكوا إنه هو في حالة جيدة ممكن يعيش داخل المجتمع وبعد ما يتم إخلاق سبيله بيبدأ يعيش في منازل مخصصة للأشخاص المحكوم عليهم اللي في مرحلة التأهيل بيسموهم في بعض المناطق ميدل هاوسز هناك بيتعرف على أحد الأشخاص واللي هو ستيفن ستيفن بيمضي معظم حياته داخل السجن أول مرة بينسجن فيها لما يكون عمره 16 عام في العام 1980 على مدى السنوات اللي بعدها هو يعمل عملية يدخل على السجن عملية سرقة طبعا صدو وغيره يرجع ويخلو سبيله وهي هي حياته آخر مرة يحكم عليه فيها في العام 2004 بيتم إخلاق سبيله في العام 2006 هو بعيش فيها المنزل الهافلي هاوس تماما زيه لجاشوة يلتقي الأثنين نرجع الآن لأفراد العائلة الآن مكالة موجودة مع والدتها داخل السوبرماركت حتى يشتروا باقي الأغراض اللازمة لتحضير طعام العشاء بينتبه عليهم جاشوة بيبدأ يراقبهم جميع التفاصيل بتعرفوا لون شعرها لهاي البنت الصغيرة شو لابسين سيارتهم موديلة سيارة واضح أنه هو عنده خطة للسطو على منزل هاي العائلة هو مع صديقه ستيفن جميع جرائمهم السابقة تتعلق بالسطو النهب جاشوة يتذبع هاي السيدة بنتها على منزل العائلة بيعرف المكان بيبدأ يتواصل مع صديقه لهيز يحكي له أنه الآن عنده هدف معين أنه هم راح يروحوا على منزل هاي العائلة لكن بيستخدموا لغة مشفرة يعني بيحكي له أنه أنا جاهز أنه عندنا مشروع ما بيحكيه بشكل صريح يبدو أنه موجود في هالسوبر ماركت حتى يبحث عن هدف وللأسف تكون هاي البنت ماكيلة والدتها جينيفر هم الهدف هلا هو بيتبعهم للمنزل بيعرف المكان بيبدأ يتواصل مع الرجل الآخر من ضمن الأشياء اللي بيحكيها أنه هو جاهز للطبخ أنه هو يحتاج لزبدة كلها هاي أشياء مشفرة أنا بيحكي له أنه في داخلي خيول وأنه لازم تنطلق هاي الخيول هم بيعلنوا عن رغبتهم في تنفيذ عملية سرقة في هاي الليلة لكن مرة ثانية بلغة مشفرة هو طبعا تتبعهم في سيارته بعد ما عرف البيت بيرجع على هايز بيبدو يخططوا خلال هاي الفترة أفراب العائلة بيتعشوا بيكون هو العشاء الأخير البنات مع والدتهم بروحوا على طابق الثاني حتى يناموا خلال هاي الفترة الوالد وليام موجود في الطابق السفلي نايم هيك مسترخي يعني مش في غرفة نومه فجأة بيصحى على أصوات داخل البيت جوشفة مع صديقه ستيفن هيز بيكونوا دخلوا على المنزل من خلال واحد من الأبواب اللي ما كان مسكر أول ما يصحى ينتبه عليهم بيبدو عاد يعاجلوه بضربات قوية جدا بمضرب البيسبول موجود داخل المنزل بعد هيك بياخدوه على البيسمنت أو القبو التسوية بيربطوه بواحد من الأعمدة بينتشروا عاد داخل البيت وأكيد عارفين شو يعني ضربات قوية بمضرب البيسبول هو يفقد وعيه مباشرة بيرجع بيصحى عليهم وهم بيربطو فيه بيحقوله إذا حاول أنه يعمل أي حركة فهم رح يطلقوا عليه الرصاص لما يصعدوا على الطابق الثاني بيدخلوا على غرف البنات بيربطوهم بالأسرة يضعوا خطاء وسادة على رأس كل واحدة فيهم نفس الشي بيعملوه مع الوالدة جينيفر وبعد ما يربطوه جميع أفراد العائلة بيدوا عادي يفتشوا في هالبيت يجمعوا كل شيء ممكن يجمعوا كاش مجوهرات أي شيء ممكن يبيعوه بياخدوه هلأ بيغادروا المنزل المفروض أنه انتهت مأساة هاي العائلة إلا أنه لما يروحوا على واحد من المحلات يبيعوا هاي الأشياء في النهاية يحصلوا مبلغ ما كانوا هم متوقعينه هم متوقعين مبلغ أكبر من هيك بكثير بيخطر على بالهم أنه يرجعوا مرة أخرى على البيت ولما يرجعوا ويفتشوا البيت مرة ثانية هنا يعثروا على شيء مسجل بقيمة 40 ألف دولار بيحكوا للوالدة جينيفر أنه هم بدهم 15 ألف دولار بتوعدهم أنه في صباح اليوم التالي تروح معهم على البنك تاخد 15 ألف دولار إلا أنه وللأسف واضح أنه خطتهم لا تتعلق بالمال فقط لأنه هم راجعين على البيت بيمروا على واحدة من محطات البترول بيشتروا بعض البترول بروحولها لجينيفر اللي بتقنعهم أنه ما مشكلة هي رح تعطيهم المبلغ أكيد هي خايفة على بناتها على زوجها على حالها في اليوم التالي بتروح جينيفر معه لستيف حتى ياخدوا المبلغ هلأ الرجل الآخر جاشواء الموجود في المنزل بيستغل الفرصة بياخد البنت الصغيرة واللي هي مكلة للأسف الشديد يخلع ملابسها يعتدي عليها يصورها فيديو صور عادية خلال الاعتداء بعد هيك بياخدها على الحمام بيعمل لها شوار يجبرها على ارتداء ملابسها مرة أخرى طبعا الهدف من الشوار الحمام هو بيحممها حتى يخفي الأدلة وبعد ما ينهي اعتداء الوحشي بيرجعها على غرفتها بيربطها يضع الكيس على رأسها من جديد هلأ نروح لجينيفر الموجودة في البنك الآن مع الرجل الآخر اللي هو ستيف هي خلال وجودها بتاخد واحد من البروشورات الموجودين في البنك بتكتب شيء بتعطيل الموظفة لما تيجي تسحب المبلغ هي بتكتب على هالبروشور انه اسمي جينيفر هوك بيتيت انه أنا بحاجة اني اسحب مبلغ 15 ألف دولار من حسابي التوفير بتكمل انه عائلتي في خطر الرجاء لاتصال على رجال الشرطة انه هم رح يقتلوا جميع أفراد عائلتي الموظف أو الموظفة على طول بيعطيها المبلغ بالرغم من انه هي ما معها هوية بياخد هاي المعلومة مباشرة لرجال الشرطة للمسؤول عن البنك مدير البنك بيتصلوا على 9-1-1 المتاصلين من البنك بيخبروا رجال الشرطة واضح الهدف الأساسي لهالأشخاص هو المال هلأ بيردوا عليهم بأنهم خلاص رح يهتموا بالموضوع بأنهم رح يراقبوا المنزل من بعيد ما بيدخلوا بشكل مباشر هلأ لما يرجع ستيفن على البيت بخبره جاشوة انه هو يعني اعتدى على هاي البنت اذا انت حابب نفس الشيء تعتدي على واحدة فيهم اتصرف ستيف ما بيكذب خبر مباشرة بيبدأ يعتدي على السيدة واللي هي جينيفر هلا يبدو انه وليام صحي بدأ يسمع صوت زوجته هي تصرخ بيبدأ ينادي عليها بيرد علي جاشوة انه لا تخاف كل شيء رح ينتهي خلال دقائق خلال هاي الفترة اخيرا الوالد وليام بيستعيد وعيه بيبدأ يزحف على درجة تسوية بيوصل لباب خلفي بيغادر البيت هون بينتبه عليه جاشوة بعد ما يغادر بينزل هو على الباسمنت بده يشوفه يتأكد بينتبه انه هو مش موجود في المكان بيبدأ يصرخ على ستيف اللي هو في مرحلة الاعتداء على جينيفر انه وليام هرب وليام بيحكي انه هو بدأ يفكر اما الان او انه ابدا ما رح انجو من الشيء اللي بصير لانه واضح ما عندهم خطأ انه يقتلوا جميع افراد العائلة هلا هو بيتسلل للخارج بيبدأ يصرخ على احد الجيران حتى يطلب المساعدة الجار اول ما يشوفه مغطى بالدماء كدمات ما بيعرفه لكن في النهاية بيتواصل مع رجال الشرطة هلا لما يعرف ستيف انه وليام هرب خلال اعتداءه على هاي السيدة بيدخل بحالة من الغضب بيكمل اعتداءه عليها بيخنقها بيبدأ عاد المخطط الشيطاني بيبدوا ينشروا المادة البترولية اللي اشتروها في جميع انحاء المنزل هم بيبدوا يسمعوا صوته لوليام وهو يصرخ يطلب المساعدة بيسكبوا كميات كبيرة من المادة على جسم هلا جينيفر غرف البنات اجزاء اخرى من المنزل بيشعلوا النيران بيهربوا وإلا بدوريات رجال الشرطة اللي بتراقب عن بعيد بيتم القبض عليهم هم بيتم القبض عليهم بعد مغادرتهم للمنزل بخمس دقائق الآن بتشتعل النيران في هالمنزل في جسد الفتيات الموجودين والدتهم داخل البيت بتوصل سيارات الإسعاف الإطفاء الطوارئ وللأسف الشديد يعني اللي صاير داخل هالبيت شيء محسن للغاية وأول شي بيعملوا انه بياخدوا الوالد وليام على المستشفى لأنه إصاباته كانت سيئة بعد ما يطفقوا النيران بيدخلوا على البيت وهون بيكتشفوا المأساة في الداخل بالنسبة لجينيفر اللي وضعوا عليها كميات كبيرة من البترول هي متفحمة تماما جينيفر جثتها كانت موجودة في غرفة الليفينج روم في الطابق السفي مباشرة بروحوا على الطابق الثاني هنا داخل غرفة مكيلة أيضا محترقة هاي الطفلة الصغيرة ما زالت مربوطة في سريرها الجثة الأخيرة اللي بتم العثور عليها هي جثة حيلي واضح أنه هاي البنت فكت قيودها حاولت تهرب إلا أنه في النهاية تستنشق كميات كبيرة من الدخان تنهار بتموت زي هاي أفراد العائلة هلا الشخصين الموجودين هايز ستيفن هايز الرجل الآخر جوشوا في مركز الشرطة ما بينكروا أبدا أنه هم منفذوا الجريمة لكن بتعرفوا كل واحد بيحاول يضع اللوم على الآخر اللي عليه كمية كبيرة أو رائحته بترول واضحة أكثر هو هايز بياخدوا الجثث على طب الشرعي وللأسف الشديد هون بيكتشفوا أنه البنت الصغيرة تم الاعتداء عليها لأنه في بقايا دي أن اي تخص لجوشوا موجودة داخل جسمها يمكن من أبشع الأشياء اللي ممكن نحكي فيها أنه جوشوا بيبدأ يتهم الوالد وليم بأنه هو المسؤول عن الجريمة أنه هو رجل جبان ما حاول يدافع عن أفراد عائلته ما بعرف كيف رجل تلقى عدة ضربات قوية باستخدام مضرة بيسبول ممكن يدافع عن العائلة بتبدأ محاكماتهم ونبدأ بمحاكمة الشخص الأول واللي هو ستيف بتاريخ 13 سبتمبر من العام 2010 خلال هاي المحاكمات اللي فيها حيئة محلفين مكونة من سبع سيدات خمس رجال بيحاول محام الدفاع يلقي اللوم على الرجل الآخر اللي هو ستيفن هو اللي صعد الأمور إنه في النهاية جاشوة كان يهدف إلى عملية سرقة اللي صعد الأمور هو ستيفن في المقابل المدع العام بيحكي إنه الطرفين مسؤولين عن هاي الجريمة بتاريخ خمسة أكتوبر بعد خمس ساعات من المداولات هو وجد مذنب هلا بيبدأ الخلاف بين أعضاء هيئة المحلفين إذا هو ياخد حقوبة الإعدام ولا ياخد السجن مدى الحياة جلسة النطق بالحكم بتكون بتاريخ 18 أكتوبر المحامي خلال جلسة النطق بالحكم بيبدأ يجادل بأنه في النهاية السجن مدى الحياة بدون أي فرصة لإخلاء سبيله هي عقوبة أكثر قصوة من عقوبة الإعدام إلا أنه في النهاية يحكم عليه بالإعدام الحكم النهائي بالإعدام بيصدر بتاريخ 8 نوفمبر يحكم عليه أيضا بالسجن لمدة 106 أعوام على الجرائم الأخرى التي تتعلق بالسرقة السطو وحمل السلاح وأشياء أخرى كثيرة هل الروح لمحاكمة جاشوة واللي تبدأ بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2011 محاميين بيحاولوا أنه يعملوا اتفاق مع المدعي العام يقرب ذنبه مقابل أنه يحكم عليه بالسجن مدى الحياة يستبعدوا عقوبة الإعدام إلا أنه المدعي العام مصر على المطالبة بالإعدام محاميين جاشوة بيحاولوا يوصلوا لفكرة أنه اللي قادوا لكل هالعمل البشع هو ستيفن بتاريخ 13 أكتوبر من العام 2011 هو وجد مذنب بجميع جرائم القتل هيئة المحلفين توصي بعقوبة الإعدام خلال جلسة النطق بالحكم بيبدأ يعبر عن أسفه عن ندمه على الشيء اللي صار بأنه ما كان عنده أي نية أنه ينفج جرائم القتل إلا أنه القاضي يصدر حكم الإعدام بحدد الموعد بعشرين جولاي من العام 2012 وهيك بتنتهي قصتنا لليوم لكن كالعادة عندي بعض التفاصيل المهمة من ضمن هاي التفاصيل أنه للأسف الشديد في شهر أوغسط من العام 2015 بيرجعوا بيلغوا عقوبة الإعدام على جشوة لأنه هم بيلغوا عقوبة الإعدام داخل هاي الولاية كنتكت وطبعا هالكلام ينطبق على الرجل الآخر واللي هو ستيف هلا في معلومة غريبة جدا تتعلق به ستيف هايز رعي الصور من موبايل اللي واضح فيها أنه هو بيعتدي على هاي البنت هي اللي أدانته وفي النهاية هو بيعترف تخيل وهو بيحكي أنه ما بيعرف عمرها 11 عام هو بيفكر أنه عمرها بين 14 و16 وكأنه عادي يعني يعتدي على بنت عمرها من 14 لحد 16 ولحتى لو عمرها 100 عام حتى الفحوصات المخبرية أثبتت وجود مبيض على ملابس هاي البنت دليل على أنه هو حاول يتخلص من الأدلة هو بيضعي أنه اللي استفز اللي أجبر على الاعتداء عليها هو ستيفن فحوصات رجال الأطفاء أثبتت وجود كميات كبيرة من مسرع الاشتعال أو القازولين هو على أسرة البنات على ملابسها أو على جثتها بقايا جثتها للسيدة جينيفر هم بالمناسبة يعثروا على جثت البنت اللي هي نجت لفترة من هاي الحادثة أعلى الدرج لكن تنهار من الدخان يقال أنه صور خصوصا صورة هاي البنت اللي هي لعمرها 11 عام هي مربوطة إيديها للأعلى في سريرها جثتها محترقة تماما من أبشع الصور اللي شافوها هيئة المحلفين عملك عندهم أزمة حقيقية من التفاصيل المهمة أنه البنت الكبرى واللي هي هايلي كانت أكاديميا مميزة جدا حتى أختها اللي أصغر منها هي في مرحلة إنهاء دراستها الثانوية كانت على وشك دخول كلية الطب وآخر هاي التفاصيل تتعلق بالوالد واللي هو واليمز هو نجا من هاي الحادثة إلا أنه مباشرة يعتزل العمل في مجال الطب بعد ما تصير هاي الجريمة هو أخصائي في الغدد الصماء يتفرغ للأعمال التطوعية للأعمال التي تتعلق بالسياسة هو بالمناسبة عضوه في الحزب الجمهوري آه مش الديموقراطي الجمهوري آه بفترة من الفترات كان عنده رغبة بأنه يكون عضو من أعضاء الكونغرس إلا أنه بيرجع بيتراجع هو ما زال في مجال السياسة آه ارتبط بسيدة أخرى آه بالفترة الأخيرة آخر المعلومات بيحكي أنه هو آه على وشك أن يصبح من جديد كانت هاي نهاية قصة لليوم أتمنى تكون عجبتكم حبايبي لو عجبتكم لا تنسوا اللايك آه شير آه التعليقات الجميلة واللطيفة ولو كان تعليق اثنين ثلاثة بيكون أجمل إلى اللقاء موسيقى